ان فير الجهلة بتبقى متجوزة ومفكرة ان الست دي لازم تخدم امه. الكلام ده غلط. لان انت مش جاي بخدامة لامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم النهاردة هنتكلم على التغيير والانفعالات. صفات الاشخاص المنفعلين. يعني احنا مش هنقولها على صفات الانفعال لكن احنا هتكلم على صفات التغيير. الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم وكل يوم والتاني. باللاقي يظهر عندنا بعض الانفعالات وبعد التصرفات. طبعا في بداية التعارف بين واحد وواحدة بيقولوا انه اه الشخص ده لزيز الشخص ده زريف الشخص ده مهتم بيا مش عارفه احنا مش هتكلم عنه لكله. هنتكلم عن النقطة واحدة النهاردة وهي التغيير. التغيير. منين بييجي التغيير? طيب. لو جينا وقلنا هل الاشخاص بتقدر تتغير? في ناس بتقدر تتغير وزي الفل. لكن في ناس غير قابلة للتغيير نهائيا. مين هما الاشخاص دول? بتعمل الصفة دي هتمشي في الرجالة وتمشي في الستات? اه بتمشي في الرجالة والستات اللي هما. عندنا الوجه بكون من فوق الجبهة دائنية. زي الصورة اللي هتظهر قدامك. الصورة دي بتقول لنا ايه? بتقول لنا ان هنا الشخص ده يقاوم التغيير. يعني الجبهة الدائرية دي بتقاوم التغيير? اه بتقاوم التغيير. يعني ما تجيش ان انت هتقول لا ده انا هحاول اغير فيها. ده انا هحاول اعدل فيها. حبيب قلبي ما بتتغيرش. يعني لما تلاقي شخص عايش تلاتين او اربعين سنة ما تغيرش. ما تحاولش ان انت هتغير فيه لان هو اصلا مش هيتغير. لو واحد عايش عشرين سنة من غير ما يتغير وبقاوم التغيير فتأكد ان هو مش هيتغير. طيب لو لقينا جبهة تانية ممكن نقول ان هي ما بتحبش تغيير. اه فيه جبهات تانية. زي الصورة اللي هتظهر قدامك دلوقتي عندنا جبهة عمودية. والجبهة العمودية دي بتقول لنا ان الشخص ده يعني متصلب الرأش. بيقاوم اي حاجة ان انت تقدمها له هو بيقاومها لان هو مش مستوعب غير الافكار اللي هو تربع عليها وبس. يعني هيتغير? لا مش هيتغير. طيب لو جينا نتكلم تاني على اشخاص اللي هم مش هيتغيروا. مين تاني? عندنا اصحاب الدقن دي. اللي هي ايه? اللي هي الدقن العريضة. دقن العريضة دولت اشخاص مجادلين كمان ان هم عاندين جدا. فيعني مش هتيجي تضغط عليه وتقول هيتغيروا علشان خطري وا 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 والكلام ده كله. فهو مش هيتغير. حتى لو قلنا ان الاشخاص دولت اه بيبقوا يتغيروا ومش عارف ايه وبيسمعوا الكلام. فهم بيتغيروا بشكل لحزي. يعني يعني لو لقينا مسلا منطقة العملية عنده كبيرة. فده ممكن ان هو يتغير شوية اه. لكن ده من تبع عواطفه ومشاعره اللي هو اخذها من اتجاهها دلوقتي. لكن مش هيتغير فيما بعد. فاللوقتي لو احنا اتجوزنا واحدة. عندها جابها دائرية. وضيقة. فالشخص ده بيقاوم التغيير. يعني? يعني مش هينفع ان هو يتغير وما تحاولش يتغير فيه لان هو مش هيتغير. اللي بيعمله النهار ده ولا بيعمله كل يوم. يعني شخصيا هنقول روتيني بعض الشيء. بيعمل حاجة يعملها كل يوم ما عندوش مشكلة ما بيزهقش منها. فده مش هيتغير. سواء الجباهات اللي احنا قلنا عليها سواء الدقن اللي احنا تكلمنا عليها الناس دي بتقاوم التغيير وبعنف شديد جدا. طيب ده من ناحية ايه? من ناحية العواطف والمشاعر والحاجات دي كلها. طيب هتقول لي مسلا ده البنت دي بتحبني وهتتغير علشاني. هو انا لما بنتغير احنا مش بتغير علشان حد. احنا بتغير علشان نفسنا. يعني انا للوقتي لو في بنت عجباني. وانا حبتها. لكن في اطبع عندي مش عجباها. ومحتاجة ان انا اغيرها. طيب هل انا بغيرها علشان هي? اه لا. انا بغيرها علشان انا. علشان ايه? علشان انا احصل عليها. فهنا ما فيش حد بيتغير علشان حد. عشان ما تجيش تقول ايه? ده انا بغير من نفسه علشانه وانا. لا انت بتغير من نفسك علشان تحصل عليه. وانت بتغير من نفسك علشان تحصل عليها. يعني التغيير ده بيبقى تغيير لحظي. وبعد شوية بتبص تلاقي نفسك ان انت رجعت تاني على طبيعتك. يعني ما فيش تغيير. احنا بنتكلم بالتحديد على الاشخاص اللي بتقاوم التغيير. احنا مش بتكلم على كل الاشخاص. تمام? لان فيه اشخاص اصلا طبيعتهم التغيير والتجديد والحاجات ده كلها. طيب لو احنا مثلا اتجاوزنا اه حد من الاشخاص اللي هي بتقاوم التغيير دي. هل ده حلو ولا وحش? جينا احنا بقى. هل هو سلبي ولا ايجابي? انت هنا عرفت اطباع الشخص اللي قدامك. اولا مقاومة التغيير مش هتخلي للشخص ده ان هو ينفصل من علاقة. يعني ببقى صعب جدا ان هو ينفصل من علاقة. لذلك ان انا بجي لي بعض التحليلات يقول لي اه هو انا كده مزوخي? لأ انت مش مزوخي ولا حاجة. وانت مش مزوخية ولا حاجة. وكل الموضوع ان انتوا بتقاوموا التغيير. يعني مش عايزة تطلعي من العلاقة اللي انت فيها. علشان خايفة ان انت تتعرضي لعلاقة تانية او مش حابة تخش علاقة تانية وسستمت حياتك على الشخص اللي قدامك وخلاص كده ومش حابين تغيره بعد. يعني دي نقطة ايجابية شوية بتخلي ان الشخص اللي بقاوم التغيير يقاوم معانا ان هو يتحمل الظروف. يعني واحدة بتقول لي جوزي بيضربني وبيهني وبزعلني وا 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 وكلام ده كله. فقلت لها بعطيه صورتك. يعني احنا كنا بتحلل شخصيتها هي الشخصيت جوزها. ان بعد ما خلفنا التحليل. الشخصية كانت جميلة وما فيهاش اي حاجة وا 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 لكن الشخص انفعال شوية. فبتقول لي بيضربني وا 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 والكلام ده كله. فقلت لها ده ببعطيه لي صورتك كده عشوف ايه المشكلة. فلقيت ان هي اصلا بقاوم التغيير. يعني ايه? يعني اصلا ان هي آآ عايشة في المطبخ. تروحش قوفير. يعني لان الراجل اصلا مقصرش في حاجة. انا شفت الصورة. لقيت الراجل مش مقصر في اي حاجة. من ناحية الفلوس بيصرف عليها كويس. من ناحية ان هو بقول لها روحي كوافير. لما سألتها قالت لي اه قال لي روحي كوافير. قلت لها طيب هو قال لك مرة واتنين وتلاتة. قالت ايوة حصل. قلت لها وبعد كده انت لازم حد يفقرك ان انت تروحي. قالت اصلا انا بتكسف اصلا بيتحيرج اصلا ما هو هقول لك حاجة برضو. لو انت بتتكسفي فهو ممكن يدور على اه حد ما بتكسفش. فان كنت انت مفكرة ان الكسف بتاعك ده هيحافظ على زوجك. فهيظهر له في يوم الايام واحدة ما بتكسفش. واحدة تعوضه بالنقص اللي عندك. وتدهوله. فبالتالي ان هو ممكن يسيبك بعد كده انت اصلا ما بتعرفيش تتغيري. يعني يعني انت هتحط في ورطة وهتعيش بقى حياتك حزن وقلم وواجع وكل الحاجات دي. بعشرات الحالات شهريا بتجيلي بالوضع ده بقومه التغيير. هنا بقى طريقة التغيير نفسها بنحتاج لها برمجة لغوية عصابية. والبرمجة اللغوية العصابية اللي عندي دي مش برمجة لغوية زي اللي برا. لان انا مزود فيها حاجات مغير فيها حاجات. لانها مصممة بالزبط. تفصيل على الشخصية اللي احنا بنحللها. فبتجيب معانا نتيجة كويسة. وممكن تشوفوا في اراء العملاء الناس اللي عملت معايا الجلسة دي هتلاقوهم بيقولك انها اتغيرت جدا. فموضوع التغيير ده مطلوب جدا. خصوصا من الست لما الراجل يطلب منها. اما تقول لي لأ ده نظمناه ده انا مش عارف ايه. لا هو مش علشان ان هو يعني حكيم معاكي او براعي ظروفك او هو راجل اصلا. لان اللي بيعمل كده ده الراجل. انما اتذكر نفسه فيسيبك وروح لغيرك. لانه هيدور على الاحتياجات النقصة عنده. ويبدأ ان هو يلاقيها في حد تاني فممكن ان هو يعدد علاقاته او ان هو يغير او ان هو يخون. فالحاجات دي وارد جدا انها هتحصل. فعلشان كده لازم الشخصية اللي هي بتقاوم التغيير لازم ان هي تتعلم بقى ازاي تغير من نفسها. طب هل هينفع? دي اطباع. وبتبقى صعب جدا ان احنا نغيرها. لكن مع الوقت بنبص نلاقي نفسنا ان احنا بنضغير تدريجي. يعني ايه? يعني بنفعل حاجة اسمها قانون العادات. وقانون العادات بقول لنا الحاجة اللي انت هتعملها بشكل مستمد دي بتكتسبها ان هي تكون عادة صعب التخلص منها فيما بعد. يعني هيبقى عندك روتين يومي اللي انت بتعمليه ده هيبقى بقى بتحب تروح الكوافير هتلاقي نفسك ان انت خلاص ادمنت الموضوع بس موضوع الكسل بقى. عايزين نخف من الكسل. الستات اللي هي حاسة ان هي كسلانة حاولوا تشغلوا نفسكم باي حاجة تحركوا كتير علشان تحبوا النشاط. لان برضو هنا الكسل ده بيجي برضو في اسناء العلاقة بنلاقي الست كسلانة. يعني ايه? يعني مازلان انا تعبنا النهاردة انا هنام. ليه? لاصلها مكسلة تقوم تاخداش مكسلة ان هي تلبس. مكسلة ان هي تحط ميكوب. الحاجات ده كلها بتأثر على علاقة الراجل والست. فلازم لازم لازم ان احنا نحافظ على حياتنا. احنا مش نحافظ على حد سيبك بقى من الطرف التاني ده سيبك منه خالص. احنا مش بنعمل حاجة علشانه. احنا بنعمل احنا بنعمل حاجات دي علشان احنا. يعني احنا اللي بنتغير علشان نفسنا. يعني مسلا ان انا لما الراجل يروح يجيب حاجات لزوجته فهو مش مهتم بيها علشان سواد عيونها. لأ ده هو مهتم بيها علشان تدي له مقابل. والناس اللي هي بتحتاج مقابل للخدمة اللي بتعملها. بنبص على صباع السبابة. هنلاقيه تخين من تحت ورفيع شوية. رفيع ايه? شوية. مش رفيع قوي. لان لو رفيع قوي ده ده اصلا مش هيتجوزك. اما ان هو رفيع سنة. وده اللي احنا بنقول عليه الصباع المخروطي. اما الصباع المدبب اللي هو من هنا كده رفيع جدا. فالشخص ده يعني بتاع مصلحته مش شوية لا اوي اوي. فلزلك ان هو في اول مرحلة ممكن يبيعك ويتخلص منك في ثانية. الاول لازم تحط في حياتك ان انت ما تقدرش اي حاجة في الدنيا وما تعملش اولويات في الدنيا كلها. الا حاجة واحدة اولا وبعدين باهتم بالاخرين. اللي هي ايه? اللي هي لازم تهتم بنفسك. اللي هو الاهتمام بالذات. ولما تهتم بنفسك فبالتالي ان انت هتقدر توفر الرعاية للاخرين. هتقدر توفر اه الحفاظ على الاسرة. هتقدر توفر حاجات كتير جدا. انا هتجي تقول لي اصلا وعملتش تيكي بقى. وتقول لي اصلا حياتي زي الزفت. اصلا مش عارف اه مراتي بتعمل ايه. اصلا ولادي بيعملوا معي ايه اصلا. وانا ما تستناش اي دعم لا من قريب ولا من بعيد. خالص. يعني ما تفكرش ان انت هتربعيالك وتصرف علم كويس. وا 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 استنى منهم ان هم هيرعوك لما يكبروا. اه فالكلام ده ربما ما يحصلش. مش على اساس ان انت ربيتهم غلط او او او. لا لان كل واحد بيتشغل في حياته. كمان يا جماعة الستات. الستات اللي بتبقى راحة بيوت ناس. المفروض ان انتو تختاروا البيت اللي انتو داخلين فيه. تخليكوا واقعيين اكتر. اه لان فيرج جالة بتبقى متجوزة ومفكرة ان الست دي لازم تخدم امه. الكلام ده غلط. لان انت مش جايب خدامة لامك. انت جايب ست بيت ليك. دي واحدة محترمة. وده هتكون ام اولادك. يعني لازم تشيلها على دماغك من فوق. ما ينفعش ان انت تشغلها خدامة عند امك. لو انت حالتك مقتدرة بقى والدنيا حلوة معك. فما تجيب خدامة لامك. انما بنت الناس دي مش جاي تخدم امك. يعني الاقي بعض الاشخاص تقولي لا الكلام ده مش طبيعي لازم الام والاب. لا اخدمهم انت. اطبخ لهم اكلهم. اغسل لهم ملابسهم. ده لو انت هتقدر. مش هتقدر يبقى خلاص بنت الناس اللي عندك دي. دي لو عايزة كل اسبوع تطبخ لهم مرة. فماشي. بس لو هي عايزة. اما لو هي مش عايزة. فده وضع تاني يعني. لان انت مش مجبر ان انت تخلي مراتك تخدم امك وابوك. ده حاجة خلصانة. معك فلوس يابا. روح هتنهم خدامة تخدمهم. ما معكش روح انت اخدمهم بنفسك. انما امراتك مش جاي علشان ان انت تشغلها خدامة عن دمك. الكلام خلصان يعني. لذلك ان احنا بنقول الاشخاص اللي بقوموا التغيير. الناس دي بتم اهانتها. بتم ازلالها. ممكن يتم ضربها. وده هي عمالة تقاوم على قد ما تقدر. انها مش عايزة تغير. مش عايزة تطلق. مش عايزة تسيب البيت. ولادي يا ناس. انا تعودت على ده. هو خلاص ده طيب. ده قلبه حنين من جوة. واللي قلبه حنين بيدرب مراته. خلينا عقلين شوية. لان اصلا الضرب ده ده تفكير بدائي. او تفكير يعني نقول بشكل اعمق شوية. تفكير بدائي باسلوب حيواني. لكن في الحقيقة ما فيش راجل بيدرب مراته. مشكلة ان انا صاريحز بزيادة شوية. وبعض المتابعين بيزعلوا من كلامي علشان ان انا بجيب لهم الناهية. وده انا مش بقوله لك من دماغي انا بقوله لك من خبر التعامل مع اه الشخصيات اللي احنا بنحلل لها كل يوم. فالكلام ده مش عشوائي. مش عشوائي بالمرة. اقول لكم بقى على مجموعة الملامح اللي بتقاوم التغيير. عندنا اول حاجة جابها الدائرية. تمام? طيب لو عندنا جابها برزة لقدام ودائرية. برضو الشخص ده بيبقى مشتت جدا. مش عارف يغير ولا ما يغيرش. الدنيا ضايع معي. وبرضو في الاخر بقوم التغيير. عندنا كمان الجابهة الصغيرة. وعندنا كمان الجابهة العمودية. كل الاشخاص دولت بقومه التغيير وبعنف شديد. عندنا كمان الدقن العريضة. لكن الدقن العريضة هي ايجابية اكتر من ان هي سلبية بالنسبة للشخص. بس لو معاها ملمح من الملامح اللي احنا قلناها في الجابهة. فهتبقى مش لذيذة خالص. عندنا اي تاني. عندنا المنطقة اللي تحت الجزء اللي جاي من هنا كده ده. بنلاقي الجزء ده طويل ونزل لتحت ومدور كده. شكله بيضاوي. مش دائري بيضاوي. يعني نزل من تحت كده بنص ايه? نص الشكل البيضاوي. فالشخص ده برضو دماغه ما بتتقبلش غير اللي هو بيستوعبه. يعني ايه? يعني مسلا مش هيقبل بالتغيير مش هيقبل بافكار جديدة. برضو الاشخاص دولت بقوموا التغيير بعن. ودي كانت حلقتنا بسيب لكم فيديوهات هنا واشوفوها. سلام.